بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة هذه الآية الكريمة مشاهدين الكرام ونحن نسعى في برنامجنا إلى بث روح المحبة والتسامح والتعايش إلا ما سعى اليوم نتكلم عن هذا المبدأ العظيم الذي نادى به القرآن الكريم ونادى به النبي محمد صلى الله عليه وأهل بيته وصحابته الكرام فلنعج سوية بأمن وأمان اليوم ومن جوار هذا المرقد المبارك الذي كان أخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان أخ كريم للإمام علي عليه السلام فهو من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من مرقد الصحابي سلمان المحمدي نرحب بسماحة الشيخ أحمد الجبوري ورحب بك ضيفا كريما أهلا وسهلا بارك الله بيك اليوم المدائم تعيش بأمن وسلام بسواعد القوات الأمنية ورجال حشد وقواتنا الأمنية كيف لنا اليوم أن نقف عند مباني الأخوة من خلال آيات الله البينات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أمسي طيبة مباركة مع حافظتك دكتور على هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر أنات العراقية الغراء التي تتيح هذه الفرصة لبث روح الأخوة والتسامح في المجتمع ونحن في هذا المكان الطاهر المبارك بجوار سيدنا سلمان المحمدي نتحدث عن التسامح وهو مدعاة لزرع الأخوة بين الناس كان قضاء المدائن قضاء فيه ما فيه من الحالات الغير مقبولة والشاذة لكن مباركة جيشنا والشرطة والأمن لغينا أو امتهت هذه الحالة وأصبح المجتمع متعايش شيعة وسنة وعرب وأكرار في هذا القضاء الطيب كلك ما كان العراق العظيم نعم نعم من خلال دليل القرآن الكريم اليوم هناك دلائل قرآنية كريمة تأكد على معاني الأخوة حتى مع الآخر نعم نعم فالله جلاله يقول واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا أن أكرمكم عند الله يتوأثقاكم فالتقوى هي الشعار ولذلك نبذ العنف والطائفية من أساسيات بناء المجتمع الحقيقي فلذلك عندما يقول إنما المؤمنون أخوة أخوة في كل شيء أخوة في التعايش أخوة في الرزق أخوة في العيش نبذنا هذا واتجاوزنا هذه المرحلة إن شاء الله وما ألهمه كان في هذا المجتمع لأن المجتمع تواق للتعايش والمحبة والسلام والأخوة جميل من خلال ذلك الدليل القرآني النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما هو رسالة للمحبة رسالة للتعايش رسالة مع الأخ لأخيه هناك حتى عندما يرسل أصحابه إلى ملك الحبش آنذاك يقول إن هناك ملك عادل يعني هذه أخوة ليست من أخوة الإسلام إنما أخوة الإنسانية نعم وهكذا كهذا 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 كهكذا علمنا صلى الله تعالى عليه وآله علمنا حتى نتعامل مع الذم فلذلك كان جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل يهودي أوصل إلى أن هداه إلى الإسلام بحسن الجوار وبخلق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله فعندما أرسل المسلمين إلى الحبشة وقالهم فيها ملك لا يظلم عده أحد معناها آشاء في صفة التسامح والتعايش مع الآخر فكان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا قدوة في كل شيء فلذلك بنى هذه العقيدة عند آل بيته وأصحابه إلى أن وصلنا إلى مرحلة تعايشنا بها في هذا المكان ونحن كنا بأمثل حاجة أن نتعايش لأن زرعت فينا بذور الشر الشر الوافد ليست من سمات مجتمعنا الشعب العراقي هو شعب واحد شعب واحد بممتكات هذه المسألة فمنذ القدم هو شعب متماسك كباقات الورد إنما قد يكون الإنسان يسعى إلى أن يبث روح التعايش السلمي مع الآخر على اعتبار أن أما أخذ لك في الدين أو نظرك في الخارج جميل نعم لذلك إلا ما سعى الإنسان يحصل على ما يريده في سعيه فإذا كان سعيه في الخير يكون سعيه في الخير أما السعي في الشر يوصلنا إلى نتائج لا يحمد عقباها وما صارت فكانت وليدة هذا الوقت فلغيت بأسرع وقت تخلصنا منها الإنسان اليوم عندما يبتدئ بعمله منذ الصباح لعله يسلم على جاره اليمين واليسار فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخوة أوصى بأربعين وأوصى بسبعين هذا الجار ممكن أن يكون جار جنوب وممكن أن يكون جار ذو القربة على سبيل المثال حسن الجوار من صفات الأنبياء وصفات الصحابة الكرام كيف لنا اليوم أن نعود إلى ذلك حسن الجوار الذي أراده النبي وأن نسعى إلى حسن الجوار أحسن دكتور هذا فإن ندخل طيب جدا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله عندما أوصى في الجار وتعمق في الوصيل ظنوا أنه سيورثه قال جارك ثم جارك ثم جارك ثم أخاك فعندما أكد على الجار لأن تبنى البلدان وتبنى الأخوة من الجوار فإذا كان وقوله صلى الله عليه وآله عندما قال من بات ليله ولديه قوت عياله ما يكفيه ليومه وغده وأمن منه جاره ضمنت له الجنة فهذا النظرة هذه النظرة إلى الجوار وإلى بناء الأخوة والتسامح بين الناس ما تفرق أنه هذا مسلم أو هذا مسيحي أو يقول ولسيما في الإسلام اليوم يقول نعم يعني في مثالنا الشعبي الدار الجار ثم الدار نعم نسأل عن الجار ثم نأتي إلى الدار نعم فاليوم هذا الجار قد يؤذي جاره سماحة الشيخ ممكن أنه بالصفير ممكن بطير الطيور ممكن بقذف الأشياء على الجار ممكن أنه بهدر الماء على جيرانه ما هي الدلالات اليوم؟ كيف نتعايش بسلام مع جارنا على سبيل المثال؟ الجار أصبح هو الآن مؤتمن على جاره في كل الحالات مؤتمن على في صحته في احترامه في أي شيء فلذلك عندما نوصي أو يوصي الحبيب محمد في الجار أن تعتبر هذا الجار بيتك الثاني فعندما قد ما تقدم له من أفضال أنت تأدي توصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لذلك الجوار هو بناء المجتمعات الحقيقية فإحنا في هذا وقتنا هذا الجوار أصبح سمة كلش كبيرة لذلك كثير من الناس يجي يشتري بيت يسأل على الجار يعني قبل أكثر من تقريبا ما يقارب الشهر والنصف أو شهرين هذه الشهرين الأليمة التي مرت على جيراننا في تركيا في سوريا في بعض البلدان هب الشعب العراقي لنصرة إخوانهم بغض النظر عن قومياتهم عن مذهبهم شعب العراقي اليوم بحوزته العلمية بمساجده بكنائس كلها هبت لنصرتهم سواء بالمال أو كما يقولون بتوفير الزاد لهم تأكيد والمؤن والقيم إلى تركيا وإلى سوريا هذا دليل واضح على حسن الجوار وحسن التعامل مع الجار الغير العراق يكون بشكل بسيط نعم لكن اليوم القوافل تستمر هذا دليل أن التطبيق الشعب العراقي اليوم لمبدأ التعايش مع الآخر حتى وأن كان في غير بلدك بالتأكيد بالتأكيد وهذا اللي احنا شفناه حتى مع الجارة إيران عندما نشوف موقفها مع العراق في الدعم والوقفة والحفاظ على كيان البلد هذه ذلالة على أن البلدان متعايشة مهما كان الخلافات فينا ولسيما المحور اليوم نعم بالتأكيد الذي يتعايش مع العراق بكل أطيافه اليوم العراق ينظر إلى الآخر بكل جواره نعم ما بين الشرق والجنوب والغرب والشمال كلنا نعيش من أجل بناء هذا الوطن كلنا نعيش من أجل بناء هذا الوطن والتعايش مع الآخر ليس فاقط مع المسلمين اليوم أكو وصاية سماحت الشيخ للشباب الذين يعيشوا في الغربة نعم اليوم عندما يبني علاقات طيبة تنمع الأخوة نعم هذا سوف يشار لي أن هذا المسلم الذي سلم الناسه من يده ولسانه بتأكيد هذه الصفات التي غرست في قلب المسلم من دين الإسلامي الدين هو دين سماحة ودين محبة ودين أخوة فلذلك المسلم يعكس صورة الإسلام في أي بلد فصماهم في وجوههم من أثر السجود فعندما قبل كان يستغرب أنه مسلم يصلي في الشارع الآن في كل دول العالم في أي مكان يشوف المصلي يصلي شيء أو يسني يصلي بالكيفية التي يعبد بها رب العالمين الأرض لله والإبادة لله والإبادة لله وهو الذي يحكم من يدخل الجنة ومن يدخل النار اليوم رجل الدين له أثر كبير كما للمسجد أثر كبير اليوم من خلال خطبة الجمعة وخطاب المصلين أنتم لكم دور في تعميق روح المحبة والتعايش السلمي والأخوة ممين الآخرين نعم بالتأكيد دكتور هذا موضوع كلش مهم اليوم الدور لعلماء الدين وإمة المساجد والحسينيات عليهم أن نوعون الشباب بهذا المبدأ العظيم هذا المبدأ العظيم مبدأ الأخوة والتسامح فلذلك على الخطيب وعلى إمام الجامع والحسينية دور مهم في زرع هذه السمات الطيبة في نفوسهم وكذلك بناء الأخلاق اليوم بحاجة إلى بناء أخلاق صحيحة المسلم سمته أنه يؤمن بهذا الدين بهذا الرسالة ويؤمن بكل الأنبياء دون أي فرق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صألنا إماما بكل الأنبياء ما فرق هذا إمام اليهود وهذا إمام النصارى هذا الشيء كان في معراجه عليه الصلاة والسلام اليوم نطيل ونطيل عن مبدأ الأخوة ولعلنا نتكلم عن آفات اللسان كيف الإنسان ينطق مع أخيه فيشعل فتنة خلي نتواصل بمحور آخر مع ضيفي العزيز نحن كباقة الورد كما قلنا في إلا ما سعى نخذ رجال الدين من الأخوة المسيح من الصادق من العزيين من الوقف السمي من الوقف الشيء فلنجعل الحوار الآخر للسيد أمين مرقد الصحابي سلمان المحمدي مع شكرنا جزيل لفضيلة شيخ أحمد الجابري شكري وتقديري لكم سماحة بارك الله بك دكتور وأني جدا سعيد في هذا اللقاء المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءات مستمرة في هذا الجانب شكرا جزيل لك نتواصل معكم كونوا معنا موسيقى 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 لكي ترسوا مبادئ التعايش ويرسوا مبادئ الأخوة مع الآخر يعيش الإنسان مع الإنسان ويسعى الإنسان مع الإنسان لتحيا هذه الأرض بعمارتها من خلال مبدئ الأخوة أرحب بالزميل العزيز الأستاذ حسن هادي الجبوري أمين مرقض الصحابي سلمان المحمدي أهلا ومرحبا بك قبل قليل كان حديث مع سماحة الشيخ أحمد الجبوري وتكلم عن العلاقات ما بين الأخوة السنة والشيعة والمسيح والصابي والعزيبين الجميع يتي إلى هنا ويعيش بأمن وأمان وسلام المدائن اليوم هي كباقي المدن تتوقع أن تعيش بسلام تتوقع إلى المحبة تتشوق إلى التعايش السلمي مع الآخر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين في البداية نشكر القناة العراقية على هذه الفرصة الطيبة وهذه التغطية والحضور الدائم في مدينة المدان نتكلمنا حول التعايش السلمي وتجربة المدان في التعايش السلمي فإننا ننطلق من آثار العنف الذي حدث في المدان التعايش هو في مقابل التنافر يوم أنت تتعايش تقبر الآخر تتنافر ترفض الآخر فالتجربة الكبيرة التي يعني هي طارئة كل شيء به عنف وكل شيء به ضد ما جاء به أحكام السلمي هو طارئ العنف هو شر والشر هو دخيل على الخليقة دخيل على الفطر الإنسانية الله لم يخلق شر الله خلق خيرا معه جميل لكن الخير ضعف في مرحلة فبرز الشر إنما ما صدر من الله والخير قوى للآن فبرز الخير أحسنت يعني هو الخير هو الذي القاعدة هو الخير الاستثناء هو الشر العنف والتطرف هو استثناء إنما القاعدة الرئيسية هو التعايش والدليل على ذلك هو ما يعني ما موجود في الكون جميل الكون فيه جمادات جميل فيه نباتات فيه حيوانات فيه بشر أعتقد يعني رسالة الماجستير لديكم في التعايش السلمي أحسنتم وأحاديث سيدنا سلمان في هذه المسألة الرسالة كانت في منهجية الصحابي الجليل سلمان المحمدي في التعايش السلمي جميل يعني أنوان التعايش كان سلمان المحمدي نقدر نأخذ مقتطفات منها باعتبار أنو نتكلم عن الأخوة وكيف نرسي هذا المبدأ العظيم حسنتم يعني إذا نظرنا إلى سلمان المحمدي ورحلته الطويلة نجده عاش في بلاد فارس في أصفهان وكان يؤمن بدين آبائه وإجداده وكان يؤمن بدين الزرادشت وكان في ذلك الوقت وكان يسمع في بداية بلوغه صوت الكناس الأذان الذي يخرج من الكناس في وقت سلمان المحمدي كان الملك يزدجرد الذي أعطاه حرية للتعبد بالديانة النصرانية فعندما يسمع سلمان المحمدي الأذان الذي يخرج من الكنائس وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى أروح الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سلمان بمجرد أن سمعت اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل حبه في قلبه هذا ما بين الكنيسة والمسجد؟ لا ما بين المعبد الذي كان يعيش فيه سلمان في بلاد فارس كيف معبده يذكر فيه اسم النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مبشر من قبل عيسى عليه السلام نحن نعلم بأن عيسى عليه السلام في القرآن مبشراً بنبي من بعد اسمه أحمد وهذا هو الدين الذي يؤمن به النصارى لكنهم لم يؤمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم برروا ذلك بأن النبي الخاتم هو اسمه أحمد لكن الحقيقة هي موجودة في تاريخ الدولة الإسلامية وتاريخ الدول الأخرى والديانات الأخرى فعندما تحول سلمان المحمد عليه السلام إلى الديانة النصرانية وانتقل من بلاده إلى الشام ثم إلى أنطاكيا ثم إلى عامورية ثم إلى نصيبين ثم إلى الموصل هذا كله انتقال وتعايش هو يعيش مع الرهبان والتعايش حتى مع الآخر كأنه يتعامل بإخوة نعم هذا ما نريد أن نسلم وعندما دخل إلى المدينة المنورة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعايش مع المهاجرين والأنصار سلمان المحمد فارسياً أصله فارسي لكنه كان مقرباً إلى المهاجرين والأنصار ولأخوته بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سلمان من أهل هذه أخوة الدين وإخوة العقيدة المهاجرين والأنصار الأوس والخسرج كلهم كانوا يقول سلمان ومنا هذه واحدة من المواقف والشواهد التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سلمان ومنا أهل البيت كان في معركة الخندق لذلك كانت الجنة تشتاقوا إلى أربعة سلمان وعمار وعلي والمقداد أحسنت هم كلهم كانوا بمعاني أخوة اليوم كانوا يتعايشون بمبدأ أخوة فيجعلون من تلك الروح يعني تشع إلى روح الإسلام ما حوجنا اليوم أستاذ حسن أن نعود إلى سيرة سيدنا سلمان الذي استقى من النبي واستقى من علي عليه السلام حتى أصبح اليوم منار يزار من كل العالم قبل الأحرار اليوم ما حوجنا اليوم إلى العودة إلى تراث الأخوة الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة يعني السلمان المحمدي عليه السلام إذا نظرنا إلى تاريخه وإلى سلوكه نجد أنه هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلوكه وتاريخه ومنهجه ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج أمير الأممين علي بن أبي طالب سلام الله الذي كان يقول سأسلم سأسلم ما سلمت منه أمور الناس سأسلم الإمام يطلق عبارة السلم المجتمع بل هو التعايش السلمي كذلك سلمان المحمد عليه السلام كان يعمل في إدارة المداءن ويتعايش مع الجميع المداءن كانت في زمن سلمان وعندما أرسل من الخليفة عمر بن الخطاب إلى إدارة المداءن بعد أن كانت المداءن تعيش حاله من الإضطراب السياسي والإضطراب الأمني جاء سلمان المحمد سلام الله ونظم شأن المداءن في وقته استطاع أن ينظم ويجمع الفرقاء بين عرب وفرس ومسيحيين ويهود ومسلمين في أرض المداءن واستطاع أن يلوم هذا الشمل مدة أكثر من 17 عاما سلمان حكم المداءن واستطاع أن يرتفع بهذه المدينة بكل مكوناتها إلى التعايش السلمي حتى أنه إداريا استطاع أن ينجح مع عمر بن الخطاب الذي أرسله والي على المداءن بعد أن أخذ رأيه ومشورة الإمام علي عليه السلام الذي يدعو إلى التعايش مع الآخر حتى أن المختلف معك نختلف سلمان المحمد كان يختلف معه يعني مثلا قد يكون الإنسان بين الإنسان والإنسان يسعى إلى أن يصلح ذاك الخلاف هناك خلاف واختلاف اليوم الخلاف هو أصعب قد أختلف معك في بعض الشيء ولكن هذا الاختلاف لا يفسد في الودة قضية كما يقولون عسنت اليوم نحن نعيش كشعب واحد أكو مباني أو أسس تعلمناها من آبائنا أن نعيش سوية أكلنا واحد طعامنا واحد مناسبتنا وحدة اليوم في مرقد الصحابي الجلي سلمان المحمدي قد حضرنا كثيرا من المؤتمرات في دار الضيافة حضر المسيحي والأيزيدي والصابي أنا رأيتهم يعني وكانت لهم كلمات في مؤتمر الصحابي سلمان أعتقد مؤتمر سلمان سيد سلمان ملتقى الأديان ملتقى الأديان كيف نسعى اليوم كمسلمين إلى بث روح التعاون وروح الأخوة مع الآخر كما أرادها سلمان يعني يجب أولا أن نؤمن بالتنوع جميل يعني التنوع الذي هو مقدمة لقبول الآخر أنا في بداية كلامي قلت أن الكون فيه جمادات ونبات وحيوان وبشر هذا التنوع البشر فيه رجل وإمرأة هذا التنوع لا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذا الكون وحده خاليا من كل هذه التنوعات الخلقية الموجودة في الكون لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون جماد لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون نبات لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون حيوان لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون الآخر سواء كان دينياً مختلف معك أن الأرض الجميع يعيش عليها الدينياً مختلف معك الله سبحانه وتعالى لم يفرض الأديال على الناس لا أكرهها في الدين لكم دينكم ولي دين هذه الخصوصية التي يجب أن نبدأ منها وهي خصوصية التنوع هذا المبدأ الذي لا بد لنا أن نؤمن به ونجعله قاعدة للتحرك اليوم في مدينة المدان هناك عشائر وهناك مذاهب وهناك مكونات مختلفة آمنا بالتنوع آمنا بالآخر واستطعنا أن نصل إلى هذه الدرجة وهذه رسالة الصحابي سلمان وهذه رسالة سلمان ورسالة الصحابي الكرام استفدنا من وجود سلمان أينما كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الإمام علي عليه السلام أينما يبعثونهم رسائل سلام ورسائل تعاوش حتى ذاك الذي أتى بجلباب أحدهم فقال لا قتله قام بقتله فقال أشققت في قلبه وراد أن يقول أشهد أن لا إله من الله مسامة بن زيد الرجل الصحابي الذي كان متبنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ليتني لم أسلم قبل هذا الحدث يعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أخوة الآخر ويؤكد على صدق النوايا خلينا يعني في كلمات الأخيرة ما ظنكم أني فاعل بكم أخ كريم يعني هذه الكلمة العظيمة آذوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة العظيمة الذين شردوا الذين آذوا الذين طردوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة وقف على أطلالها ونظر إلى مكة ودمعت عيناه قال والله لو أن أهلك لم يخرجوني منك لما خرجت أبدا محبة بهذه الأرض عندما رجع وكان قويا مقتدرا فاتحا ماذا قال؟ قال هذه الكلمة العظيمة أخ كريم ما تظنوني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الرجل العظيم الذي نحن بجواره سلمان المحمد عليه السلام رجل المعايشة والتعايش والانصاف والسلم المجتمعي أن يحفظ العراق ويجعله بلدا آمنا مطمئنا سليما سالما معافا وبلد خير وجامع لكل المكونات بدعائكم وبهذه الكلمات الأخيرة التي تنم عن المحبة والتعايش والأخوة من جوار هذا الصحابي جليل نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يؤمن على دعائك شكرا الله يعقبكم إن شاء الله شكرا لخناة العراقية وحقيقة اليوم نأمل من كل العراقين وهم كذلك أن يعيشوا بأمن وأمان شكرا جزيلا جزاكم الله خير بارك الله بكم و بجهودكم الطيبة حياك الله الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام إلا ما سعى انتظرونا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم